السلام عليكم نعتبر على التأخير لكن الفيديو سابق لم يتم حبه ان شاء الله بهذا الفيديو سنغطي كل اللي شرحناه خلال الورشة نفتح ملفور جديد ندخل عليه اول شي ندرج الصور اللي احنا نريد نسويها في الخلفية للشهادة احنا لدينا هذه احنا نخليها خلف النص حتى نقدر نتحكم بحجم وما تتأثر ومتعدة أعدادة مور ثم نتكلم من الدرج خلفية الشهادة هنا نريد أن نضيف الاسم نضيف مربع نص نضيف مربع نص هذا المربع بإطار أسود نضيف من هذه الأعدادات وهنا نجد أن الخلفية بها ثورة مائية ثم نضيف مربع نص ثم نضيف مربع نص وهي خلفية الشهادة ثم نذهب إلى مراسلات تحديد المستلمين استخدام قاومة موجودة يعني ارتباط بالأكسل نضيف الآن تحديد المستلمين هذه قانونة الأكسل لدينا بها واجهة واحدة موافقة الآن نفعل إدراج حقل ثلاثة باللغة العربية نقلل لغة العربية نغير الحجم ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف الآن انتهينا من إدراج الاسم من الأكسل نرجع المراسلات انهاء ودمج ثم نضيف طباعة المستلم موافقة بنا نختار PDF موافقة ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف الملف الورد إلى PDF بعد ما انتهينا من هذه الخطوة راح نفتح محول ال PDF إلى صور ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف ثم ننتظر قليلا ثم نرى بالدوكومنت المسار يبدأ يحول إلى صور طبعا حولنا تقريبا 200 شهادة مرة واحدة الوقت كل شيء يعني قصير بمثال اللي كان بالورشة عن 9 أسامي هنا لأ 200 وصلنا 225 انتهي 225 ثم ننتهينا حولنا كل الشهادات إلى صور الآن شنسوي نروح على ملف الأكسل الخاص بالأرسال هذا محتوى هنا راح حافظ البيانات من الأكسل الـ ID الاسم الثلاثي والبريد الإلكتروني طبعا طبعا شايف وانا فاتحة للشهادات بحاول البيان احساب وانجا أبتحان من جديد التنكير. احافظ الاسم. يفضل انه يعني تاخد مجموعة مجموعة اختصارتها على عشرين مستخدمين. احيانا تظهر مشاكل بالاوتلوك. هنا ارقم احنا لدينا عشرين. ملتين هي اول مجموعة. مجموعة الثانية تبدي بواحدة عشرين. احسن هناك ساعة عشر وقتين. نقدر نسوي عشرين. احنا لدينا عادة الارسال. ساعة عادة اختار في داخل عادة الارسال. احنا لدينا عادة تحطيات اختار. و المسار و المسار الموجود بالصور سوف نقوم بعمل ماذا لدينا كلها تبدأ بـ AUC و بعدين 5 صفارة و بعدين الرقم كل ما يزيد الرقم يجب أن يقلل صفارة و عندما تصل إلى العشرة ستحتاج صفارة حتى يكون صحيح لأنه يبدأ من 1 إلى العشرة صار لدينا 4 صفارة و بالأكسل نلغي 1 صفارة موجودة هذي أول جزء وضيف ألابة الاند و نخلي ال-ID وضيف ألابة الاند مرة ثانية و نقوم بـ نهايتل .pdf .jpg .jpg اتهت من هذا الشي ماذا سأفعل؟ سأسحبها على باقي ماذا لدينا المشكلة؟ لدينا المشكلة لدينا المشكلة أن قبركم صار أكبر سألاحظ ماذا سأفعل؟ سننبغي 1 صفارة سأسحب من العشرة و ننهي للأخير و نتوحدة كلهم نفس الحجم صار انتهينا من المسال المهتوى نعنى شنو؟ نكتبه الرسالة السلام عليكم مثلا سيد سلاش سيدة 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 وراها حطي أنت شنو؟ سيدة سيدة وراها حطي أنت شنو؟ اسم الشخص حطي تكملة 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 الرسالة المسارات كلها تفتي بهم هذا الجزء سيدة الموضوع سيدة أحبها مباشرة جاءنا عبارة لانها مباشرة سيدة 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 ندخلها نقطية حيث انها ميز بين الجزءين حسب السيدة موضوع شهادة موضوع شهادة اضع كلها اجي عليها نسيش شيء اصحابه على كل المحتوى سنرى مختلف الاسم حسب ما مكتوب بالأكسل وهذه الاميلات التي تم إدراجها بعد النهاية نقوم بإرسال سوف نقوم بإرسال يعني كل من يأخذ الشهادة الخاصة شكرا جزيلا ان شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو اي استفسار اميالي موجود لكم ان شاء الله تقدرون تتواصلون ايايا شكرا جزيلا